ترجمة نانسي قنقر الاستقرار في الشرق الأوسط كان المحور الأبرز في ثاني أيام منتدى حوار المنامة حيث تم استعراض أشكال هذا الاستقرار وأليات تطبيقه من وجهة نظر مختلفة كانت أولها وجهة النظر الأمريكية التي قدمها وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر في ورقته والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية تل اهتماماً بالغاً لحماية مصالح أصدقائها وشركائها وحلفائها وجهة النظر العربية قدمت في منتدى حوار المنامة عبر جلسة جمعت البحرين والعراق ومصر أكدت أن السبيل الوحيد لحل مشكلات المنطقة هو من خلال الوصول إلى تفاهم عربي مشترك أن يجب أول شيء نصل إلى أن نحن نحارب بالإرهاب نصل إلى تفاهم مشترك ونصل إلى ثقة ونصل إلى التزام من الجميع أحسن السبيل لمحاربة التشدد والإرهاب أنك أنت تركز على بناء المجتمع والبناء الصحيح ولا تترك التشدد بإن كان تشدد عنيف أو غير عنيف تشدد في مجال دائماً يتطور إلى الأسوأ فمسألة بناء المجتمع وبناء النشأ البناء الصحيح المبني على الانفتاح المبني على تلقي العلم الصحيح المبني على الفرصة المفتوحة له في المستقبل ستشدده وأضعف ما يكون الجلسة الثالثة لثاني أيام منتدى حوار المنامة جمعت بين وجهة النظر الأوروبية ووجهة النظر الأسيوية قدمها كل من وزير الدفاع السنغفوري ووزير الدفاع الفرنسي بالإضافة إلى وزيرة الدفاع الألمانية حول تدعيات التطرف والإرهاب في المنطقة في هذا المؤتمر أتيح لنا التعرف على وجهات النظر المتنوعة من مختلف دول العالم وكذلك من المنطقة من المهم جداً أن نفهم المشهد الحقيقي للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وكذلك الخروج بحلول مشتركة لهذه التحديات هذا المنتدى ثري جداً بالنسبة لي منتدى حوار المنامة عبدت طريقة أمام لقاء الأفكار وتبادل الخبرات بين صناع القرار والقيادات الأمنية للخروج برؤى شاملة وأطر متكاملة وقادرة على مواجهة مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها دول المنطقة يذكر أن هذه النسخة من منتدى حوار المنامة ستركز على الاستجابات البناء والجماعية حيال الصراعات في سوريا والعراق وعدم الاستقرار في ليبيا واليمن والتهديد المتمثل في التطرف العنيف وهيكل الأمن الإقليمي حوار المنامة أتى هذا العام ليدعو لحراك دولي لمحاربة العنف والتطرف الذي لن يتم إلا عبر تعزيز العمل الدولي المشترك للتصدي لتيارات التشدد سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين في تصريح خاص لمركز الأخبار على هامشي متدى حوار المنامة قال نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق للعراق الدكتور إياد علاوي أن الحل النهائي للانتصار على الإرهاب يجب أن يكون حلا سياسيا يضاف إليه الحل العسكري مشيرا إلى أن الحرب ضد تنظيم داعش ستطول وحول تدخلات الإيرانية في المنطقة وأكد علاوي أن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على